السلام عليكم الله صلى الله عليه وسلم وآه— بن حمل وعجل فاردهم علا لهم يا أكمال الله بيدينا وحنا تسألكين إن شاء الله نستأكمل التعقيب وأجن لعدون مسؤالي، وهذه المرة كما اسأرت بأنه فيديو وما ناكلان اللي أدو أبيقول أنا لا أتحمل اي شخص أكلم عن الصحة وإذا أتعلنت صحاب صحاب بدلين دو دليل أتبرأت الجو حتى إي شخص الجو ذلك الهي يتبرأت الجو دهل إن شاء الله تعقب له بالختام يقول حتى لو أهدي والبي إخواني تكلم على صاحبه لا أتحمل بالأكور ذات إخواني يا أخوتي إن شاء الله تمكنا معولاً ونعقد تخليكوه في بلاك أولاً بصلاة رسول الحم صلى الله عليه والله بالتحال لنبعك نعم موجود لو تسمع تقائل الحديث اللي قرأت أمس أبيل عباس نعم أولاً أولاً ما قرأته ريش حديثاً إنما قوي المنسوح من أبداً أنا أسلم أنا أسلم أنا أسلم أنا أسلم أنا أسلم أنا أسلم دوء أنا أسلم أنا أسلم لا شك نحن أتباع للبيتranين السلام عندنا السنة شيء مقدس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البسطة التعليم المصادر التشريع القرآن الكريم والسنة والبدعة عندنا شيء مذموم وكلما نبتلع بالدين شيءا فعندنا الاستقل لعنا وهذا محارب الله ورسوله انت لال عالم قاصد فالبدعة مذمومة وسلط محمودة وهذا كل رسل ميقوله لكننينا نтеحدث هل فعلا مثبت ألبي عباس هذا كلام نعم 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 اي حديث النبي صلى الله عليه وسلم blirه وتقيره ام يدرو الى السنة أه لأ، من عباس، من عباس أمم ايدعون العباس الكرام في سياه قولي تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لأبو عبد الملك نبال لنا أعتراً عن ابن عباس يفسر هذه العية فقال ابن عباس رضي الله عنه قال تبيض دوجوه أهل السنة وتسود دوجوه أهل البداء بس هذا بأن ما تغيط بني أنا أبعين للناس كيف أن الجماعة محباب لله المحافظة للأصنع هذا هو أهدر الذي أردت بأهدر أبو عبد الملك ولا أهدر الوقت ولا أهدر ملك بيّن للناس من أين جاء هذا الأدب؟ من الذين أعلموا لكم؟ وما هو حكم البناء على هذا الأدب؟ كبب؟ أولاً قبل أن أجيب على هذا السؤال، عندي ملاحظة لي أجدنا أمس الأستاذ المهذب المهذب أبو آدم تكلم معي أقول له يا أستاذ آدم، أنا أريد أن أُنبيه إلى ملاحظة المجدد أولاً أريد المشارك في هذا البرنامج بكل أدب ولكل إحترام ولكل إلمية لكنني فقط، يعني الذي يثير حفيظيه ويثير غضبيه هو التطاول على صحاب الكرام أما إذا كنت ألم شيعي الإمامية الأدب فأنا أبادله أن أدبه لإكرام ولا أسمح لي أي وجه لأي كان أخذر أبيدر طول على صحابك أنا صوفا أريد الوضع عنيف جداً لأن أنا مشب صحابة أكثر من حب منا إعبائنا أمهاتنا وفجمعك أولاً أما إذا تلم تتعي بإياد الحقام ممكن لا أصبحت كفاه أن أسمع أن أساءه، أنا سألّك، أنا سألّك أانس إذن أن أسمع لك تفاع شيء أنا سألّك أن أبادله، وأنت خلفي فيها ألم إذا الشيعي، افترع عليك، جاءت من كتاب الشيعي المعب، إذا ندر من السعاب، إذا جاء بفرية لك الحقيقة، لا تفهم بشة، ولا لوكعت، أنت الشيعي جاء يخل منك دوء، ويخل لك الناس، لا يشتر بك طيب، أنا أخذ يعرضا، فيه agreeي شخص بخراسجلي، أنا أتطالبه به يا أستاب أس GM معامار، أكثر انا بحراتي، عندنا undeأعام نشر 6 ساعة، لم أكن، لا برافيا، ولا شيعيين، ولا عدّري فيها، أنا أرجو الوسoka لي، كوني مستليم لا قرر بفراسجلي، ولا عببي من يترين، كلще ما يلي، شقد نسب، هذا المترين، لا إذا ألت بس 계속 عين Luis أريد الإسلام definitive div أوضح لك فكرة بسيطة يا أخي، تحملني، صدقني أنا أريد لك الخير الآن هذه في وقت الفعل هذا نحن لا نحكم على الناس بالجنة والنار هذا أمر راجع لله عز وجل لا أنا أحكم أحكم أسمع في لحظة فعلها هذا في تلك اللحظة هل كانت أفضل منك أم أنت أفضل منها في تلك اللحظة لا في تلك اللحظة لا أنت أفضل منها لا لا في تلك اللحظة ليش أفضل أفضل من أمي لا في تلك اللحظة أمك أفضل منها أمك أفضل منها في تلك اللحظة نعم نعم جميل جميل قبلاتي على جبينك قبلاتي على جبينك هذا يعني أنا قلت لك هذا اللي أريده اسمع اسمع وصلنا إلى نقطة الاتفاق مهمة بينك في بعض الأحيان أمك الموقرة المحترمة تكون أفضل من الصحابين جميل في بعض الأحيان وهذا الذي نقوله عمار بن ياسر أنا أذهب فداعا لنعله وأذهب طيب أنا أقول الآن حاليا أطلب منك بكل أدب وبكل احترام أن تعطيني دقيقة واحدة فقط لك دقيقة شكرا على الدقيقة أولا أنا أقول لك بكل صراحة وأنت أيضا يا أستاذ أسد أجبني بكل صراحة لو فرضنا رجل رجل من أصدقائك أو أي رجل سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه إذا قال لك كيف حالك يا أستاذ بعوضة أو قال لك كيف حالك يا أستاذ دابة الأرض أو إذا قال لك كيف حالك يا أستاذ بهيمة بهيمة الأنعام هل ستبتسم في وجهه أو وتضحك أو ستغضب وربما تتشاجر معه جميل لا شك أنك ستغضب وتتشاجر معه لأنك تعتبر أنك قد أهنت سألت فلماذا أنتم فلماذا سألت لخلينا جاوب أنت قلت لي لا تبني أحكام لا تبني أحكام خلينا جاوب أنت تحدثت أنت قلت لي أعطيك الدقيقة ثانية ما أعطيتنا حتى دقيقة ما تم أنت أطرح سؤالك بالدقيقة أجي أجي خليك كمي دققتين ورد علمهم مش كنت أعطيت ثم أنا قلت لك يا أستاذ أسد قلت لك أمس حينما قلت لك أسد اسم حيوان أنا لم أكذب اسأل أي إنسان على وجه الأرض قل له هل أسد اسم حيوان أنا لم أقصد أنا لم أعترض أنا لم أعترض أنا لم أعترض أنت تعلم أن بعض الناس في الجاهلية كانوا يتسمون بأسماء الحيوانات مثلا ثعلب أو ثعلبة أو مثلا ذؤيب أبي ذؤيب الهذلي أو غيره هكذا كان العرف سائدا يوم ذاك لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء المنفرة أو الأسماء القبيحة مثلا غير مرة وغير حزن وغير عبد الشمس لأن فيها الشرك وفيها مثلا قبح مثلا جاءت إمرأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمكي فقالت عاصية فقال لها بل أنت جميلة غير العاصية لأن فيها عصيان الله تباركة تعالى فغيرها إلى اسم جميلة يعني اسم جميل اسم جميل فإذن أنا لم أقصد الإهانة ولا أطعن بك لكن اسأل أي عاقل على وجهها سواء كان مسلما أو كافرا اسم أسد يطلق على البشر أو على الحيوان يقول لك الحيوان لكن أيضا الناس أو العقلاء يطلقون الأسد على الشجاع على الرجل الشجاع أو البحر يطلقونه على العالم يقول فلان بحر لا يقصد أن البحر المعروف المعروف المعلوم هذا سؤالك مهم أنا سؤالك يهمني واقعاً لا لا ولكن أنا ما أكمل أنا ما أكمل أنا ما أكمل تعظيم المعلي أم هذا استحانة لعلي حاشاه رضي الله عنه أرضاه أيها الكرام أخذ الخطاب أو هذه الكلمات التي سأقولها موجهة للجميع وأرجو الانتباه إليها أبو عبد الملك تحدث في قضية تعد من أخطر القضايا في بناء التقافة شوية تبهو لي بناء التقافة وبناء الوعي والمنظومة الفكرية تعتمد اعتماد كبير على اللغة وعلى المصطلحات اعتماد جداً كبير ولذلك الحرب الحقيقية هي حرب المصطلحات واستعمال الألفاظ ولذلك دوائر الإعلام العالمية توظف كثير من الناس في سبيل اعتماد المفردة التي تجير الأخبار باتجاه إراداته هذا بحث دقيق ومهم أثر الناس غافلين عنه الكلمة ولذلك شوفوا الآن علماء النب الأطباء يقول لك أنت بدل ما تقول هذه الكلمة قول هذه الكلمة من أخطر البحوث التي تؤثر في بناء العقيدة إن هي إلا أسماء أنقل بالمعنى أسماء سميتموها أنت جمتوا هذه المصطلحات ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في مقابل هذه الأسماء ماذا؟ ولله الأسماء الحسنة هذا مبحث كلش خطير الآن هو شنو قال قال أنتم تقولون أنا سأستطيع أن أقول له رواية البعوضة رواية ضعيفة سنداً ووارد في كتاب فيه كلام وغير ثابت أقدر أقول له الشكل لكن أنا ما رح أقول الانتباع أنا أذهب إلى أعمق من هذا الآن أسألك وأسألكم كلكم إذا قلت أن الشيخ فلان هلك ماذا تفهم من كلمتي؟ أفهم من كلمة أنه مات أنه مات لا الناس ماذا تفهم العرب ماذا يفهم كلمة هلك ماذا يفهمون منها؟ يفهمون أنه العامة العامة يفهمون هي كلمة أصبر أصبر اللغة تتطور اللغة تتطور أسمع أنا جاء أعطيكم أمثلة كلمة هلك اليوم كلمة هلك كانت تقال أو تقال لمن اليوم؟ تقال في حق الطهات في حق الجبابرة في حق الظلم أما في حق الصالحين شي صير توفيه تغمده الله برحمته الواسعة انتقل إلى رحمة الله هذا الكلام السني والشيعي وكل واحد يصدق من عندي وكل واحد يعرف أن كلامي صحيح أنت أنا تريد تقابر مشكلته ليش؟ لأن أنا أنا أكمل الفائدة أكمل الفائدة أبو عبد الملك أكو فائدة للناس انتبه هذه الكلمة أنا أريد أن تنظر أصبر يا رجل أصبر يا رجل أصبر يا رجل بعد أن أتجاوب ما أكوش كان هذه الكلمة كانت تستخدم سابقا وحتى في القرآن الكريم تستخدم بعنوان ماذا؟ الموت كي يعني ما وخطي على يوسف عليه السلام على ما في بالي في القرآن الكريم أطلقت هذه الكلمة أما اليوم إذا قلناها لك لا المعنى آخر بعد كلمة ولي أه عفوة أه ولي الآن إلا نحن عدنا بالعراق ولي ولي شنو ولي يعني توجه ولي وجهك باتجاه هذا المكان الآن ولي شلو صارت بأي معنى صارت ولي يعني أنت شنو قافلة كلمة قافلة كانت بمعنى كلمة أرق وكلمات المكر كلمة المكر الآن أدكم كلمة المكر ممدوحة أم مدمومة المكر الآن لما يقول فلان مكر الآن مدمومة بينما القرآن الكريم يقول أكو مكر سيء ويفهم من هذا أنه يوجد مكر حسن ليش لأن المكر هو مطلق التجبير الخفي فلان ترجع لي كلامك هذه العبارات الشيعة أنا شوف صاحبي كل واحد عنده طريقة في عرض المفهوم مالته أنا أستطيع أن أرد عليك بدقيقة بس أنا يهمني المستمع والمشاهد أريد أو أقدم مادة هل الشيعة حينما هل الكتاب طبعا هذه الرواية رواية يتيمة قضية البعوضة هذه رواية يتيمة في كتاب غير تابت الكتاب نحن نعلم أن لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه تفسير ولكن التفسير الموجود اليوم علماءنا يقولون هذا صار في خلق وصار في تداقلات فما نستطيع أن نعتمد عليه ما نقدر نعتبره مرجعية هذه الرواية وردت في هذا الكتاب وبسند ضعيف كل هذا تركه ماذا يقولون الله يصلح لك أعطيني مجال الله يصلح لك إطارة الشبهة تستغرق تواني لكن تنظيف الوضع يستغرق وقت اليوم إذا واحد يجي نجس في المسجد ما يحتاج إلى عشر تواني نجس لكن إنت حتى تطهر المسجد تحتاج لك سرعتين فهي مو مسألة أنت تتثير الشبهة بدقيقة وتريدني أنا أجابك بدقيقة أنا أريد أوضح فكرة للناس أخلص وقل لك تفضل نرجع وين الشيعة أجوا هكذا قالوا فلان بعوضة أم الشيعة هذا النص اللي موجود كان يتكلم عن آية قرآنية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق هذا إذن الشيعة لا يقولون عن عني بعوضة ولا ولا يجرؤ أحد كيف يقول أحنا جاي نقول أحنا وكل ما نملك فداء لتراب نعلي أبي ترابي أكو واحد يجرؤ يتحدث بهذا فإذا هذا الكلام اللي أنت تقول الشيعة اللي يقولون جيب لي أي واحد الشيعة يقول الكلام هذا مو كلام علمي دابة العرض هو الدابة تطلق على الإنسان لعلمك إذا ما تدري روح للغة أنت الإنسان من جملة الدواب هذه يدبه على الأرض يمشي على الأرض دابة الأرض شنو مشكلته بعد العبارة وهكذا أنت يعني تريد أن تأخذ مختلفات من هنا وهناك وتصور لناك الآن الشيعي الآن الشيعي الآن الشيعي لما يسمعك شي قوي يقول مع الأسف إلى هذه الدرجة وصلت أذهان الجماعة وأفكار الجماعة إلى هذه الدرجة شيخنا شيخنا أخي ممكن يا أخي أنت مو أنت عهدت الجماعة لا لا أنا جاين أنا أتكلم معك شيخنا عدنا متصلين هوايا والأخي أبا عبد المريك إن شاء الله يبطى أنا على الاتصال إن شاء الله لكن أقول بإستقصال بس أكمل هذه الجزيزين دلالات اللغة أنت لا تجي تتلاعب اللغة تتطور الكلمات التي كانت أنا قمس قلت والآن أعيد كلامي يوجد صحابية جاءت ووقفت أمام المسلمين وأمام النبي وفي المسجد وقالت كلاما يستحي منه الرجال ليش قالت هذا الكلام لأن في عرفهم ما في مشكلة هذا الكلام في عرفهم كان كلام مو مخالف للسياقات الأدبية أما اليوم إذا وقتك تتكلم بهذا الكلام يقتلوها إذن ما يقولون هذي تتبورات تتكلم تتكلم بطريقة عشوائية غير صحيحة سيد أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أنت برحب بك وأنت ضيق عزيز وأنت أخي كريم أعطيني مجال دقيقة واحدة شوف أخي العزيز باختصار رواية البعوضة باختصار رواية البعوضة التي جئت بها معلّة من خنيص ضعيف جداً لا يعوّل عليه ثم القاصب من سليمان لم يوثق أما مسألة أنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو دابة الأرض علماء قالوا إن دابة الأرض يعني إنساناً متكلماً هذا تفسير القرطبي أمامك على الشاشة هذا تفسير القرطبي الجامل يحتام القرآن والقرطبي من أعظم مفسري أهل السلام يقول وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب إنه سؤل عن الدابة قال أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية قال الماوردي وفي هذا القول منه إشارة إلى إنها من الإنس وإن لم يصرخ به قلت ولهذا والله أعلم قال بعض المتأخرين من المفسرين إن الأقرب إن تكون هذه الدابة إنساناً متكلماً يناظر أهل البدع والكفري ويجادلهم لينقطعوا فيهلك فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حية عن بينة إلى آخر الكلام طيب من هذا أحلى في اعتقادنا كشعة إمامية أن هذا هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مقصود به لأن الدابة كل ما دب على الأرض ما من دابة إلا على الله رزق وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته عندك هذا في مصنف ابن أبي شيبة بسنة صحيح كلهم أئمة هذا وكيع إمام المحدثين بسام ثقة أبو الطفيل صحاب يعني علي قال سؤل عند القرنين قال كان رجلاً صالحاً ناصح لله فناصحه فضرب على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله ثم ضرب على قرنه الأيسرة فمات فأحياه الله وفيكم مثله وفيكم شنو مثله تشير إلى ربسه وعندنا علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا عندكم طبعاً يقول بالقرنين مات وأحياه الله مرتين وفيكم كلم الصحابة الموجودين يقول وفيكم في هذه الأمة من سيموت ويبعثه الله تبارك وتعالى فعندنا أن علي بن أبي طالب هو المقصود بهذه الآية القرآن الكريمة هو الدابة التي يعرفك بالإنسان المتكامل الذي يقطع عجج المحتجين وهو صرح بذلك وأشار لنفسه قال وفيكم مثله وعندنا هذه عقيدة الرجعة ونحن نأنف ولا نستحال عندنا ثابتة أن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى ماذا إلى معاك وقال الله تبارك وتعالى اللهم صلى على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين هذا الذي أماته الله ثم أحياه قال انظر إلى حمارك وانظر إلى طعامك وإلى آخره فأرجوك هذه الأمور وإن شاء الله أنت اليوم في حالة جيدة إن شاء الله حالة أحسن من كل مرة وفي الرمس رحبتها لحوة يا أبو أبو عبد المير ضيف عزيز وأختيري ما الله حسا أقدمك بس خليني أمشي الناس لأنه خمسة واكفين على التليفونات خمسة صار لهم نصة واكفين على التليفونات أعطيني مجال الله يبارك بك الله يبارك بك دقيق خل أقدم لواحد منهم دقيقة وورا المتصل التالي أقدمك أبقى معي على الهاتف لا صد تليفونا أبقى معي طيب اللهم صلى على محمد وأنا محمد الطيب يا طهرين حياكم الله جديد أخواتم مثل ما استمعنا إلى هذه المداخلة من هذا الشيخ التعقيب اللي قلت ببداية الفيديو عاقب على الجزئية يقول أي شخص يتكلم عن الصحابة أنا ما أقبل وحتى لو والدي يتكلم عن الصحابة أيضا أنا ما أقبل طيب السؤال المباشر هو شن المعيار شن المعيار اللي يخلي هذا تجاوز وهذا متجاوز يعني اليوم مثلا السيد ميثم الله يحفظه والحاج أسد والحاج وعد أو الأخ أبو كريم والشيخ عمار الشوال أو كل الأفاضل اللي يشاركون بهذا البرنامج يعني أي شخص منهم يفتح كتاب مصدره ليس شيعي مصدره حجة عليك أنت كشخص ويذكر مثلا مثلا من صحابي أو صحابي يسب صحابي أو صحابي يقتل صحابي أو الرسول يسب الصحابة أو الصحابة ينافقون على الرسول أو الصحابة يرفضون أمر الرسول يردون على الرسول هذه رح تحتبر إساءة بنظرك أو شن تخريجتها شن التخريجة اللي ممكن أنت يعني تكون دليلك وحجة على الشي لما تقول أنه هذا تجاوز وهذا لا الحاج أسد بيأنا بمثال هذه المرأة أيضا من الصحابة بهذه اللحظة من هو الأفضل احترف هذا والحمد لله أقول يعني كلامه بهذا الفيديو كان حدة أقل تكفير أقل وأنا أيضا يعني أستغرب والأخوة يقولون أنه أنتم ليش تترجونه لا إحنا ما نترجعه أو الأخوة بالبرنامج ما ما يترجونه على وجوده وجوده مهم مثل ما قلنا وعطاها مساحة مهم وهذه الكلمة أتمنى أنه ما تتكرر كثير لأن وجوده أبو عبد الملك مهم جدا نعم هو إحنا ما نتوسل به بوجوده بالبرنامج بقدر ما إحنا نريد وجوده حتى يستفاد الناس وحتى يتشيع الناس لاحظتم اليوم أنا سأتكلم بأدب سأتكلم باحترام كذا كذا وكأن ما باقي المداخلات هو يتكلم بتكفير ويتكلم بإزراء للرأي الآخر لا نريد أن نطيل أكثر فقط أقول لو كان هذا الشخص يستمع لهذا الفيديو شنو معيارك للإساءة للصحابة معيارك الشخص الذي يسيبه ويلعن من دون دليل هذا حقك أو الشخص الذي يتكلم بدليل أيضا يتشملك بأن هذه الشخصية تجاوز على الصحابة فأعطينا أو يعني بإتصالك القادم قل أنه معيارك كذا وكذا وكذا أخواني أخواتي تقبل تحلاتي اللهم ثبتنا على ولاتهم يومين وفي أمام ترجمة نانسي قنقر